طيب دكتور يعني احنا زي بنتكلم دايما في الصناعة على سبيل المثالب لتكلم انه دايما فيه هدف وفتحة اسواق جديدة حتى حتى السياحة يصنعها كمان طبعا والحقيقة تبقى انه بالفعل قدرنا ان احنا نجذب اسواق جديدة وجنسيات مختلفة ما كناش موتدين على وجودها في مصر بشكل كبير جدا ورصدنا حوالي 104 جنسية خلال الموسم اللي فات ايه اللي حصل عشان نقدر ان احنا ندخل ونقتحم اسواق جديدة وايه المطلوب كمان عشان نعظم الاستفادة من هذه النقطة تحديدا الحقيقة هو طبعا اولا مصر تحت قيادة السيد الرئيس السيسي علاقتها بكل دول العالم ودول المنطقة ممتازة فده السياسة سياحة فده بيؤدي الى جذب السياح من كل دول العالم بيجوا مصر يعني دول اسيا دول اوروبا دول افريقيا كله بيقدر يجي مصر اهم نقطة بعد كده الترويج السياحي تالت نقطة او الترويج السياحي مع وجود الطيران الشارطر دي نقطة معامل مهم نحافظ اي ساقح برده الدولة فتحت فرص دلوقتي للمستثمرين المصريين والاجانب بالاستثمار في مجال الطيران الشارطر او منقفض التكاليف لو احنا بصينا لقينا ان في عندنا طيران منتظم بيروح مثلا الهند رحلتين في الاسبوع مثلا ممبي ودلهي تقريبا خلاص ممكن تكون مصر الطيران فده اللي هيجيب اعداد السياح اللي هيجوا على الرحلات الطيران دي لو فيه طيران شارطر او بييجي برضو على رحلات مختلفة من دول مختلفة ولكن طيران منتظم لكن لو فيه طيران شارطر بصفة مستمرة هتلاقي مثلا زي ما بتسمعي حضرتك او بتقرأي في الجرائد ان في 180 رحلة مثلا نزلت مطار الغرداء في اسبوع او في جنوب سيناء او في مرسى عالم فوجود الطيران الشارطر ده نقطة هامة جدا لجذب مزيد من السياح مع طبعا فيه شركات مختلفة لو فيه مثلا كذا رحلة للصين هنلاقي اعداد من الصين فيه مثلا ماليزيا بقى اندوليسيا ايه المشكلة اللي كان فيه دكتور يعني ليه ما كانش موجود مكلف وممكن الديستنيشن ما تجيبش الكوست بتاع الطيران المنتظم او الطيران الشارطر فبيؤدي الى طبعا خسايا لان لازم يحقق ربح بالنسبة لشركة الطيران او بالنسبة للتور او الشركات السياحية ترافل ايجنسي اللي بره انها تفضل تودي وتجيب يعني هي مثلا بتملى طيارة 200 سايح بيروحوا وبترجع غيرهم متين بس اول رحلة الطيران بتجيب ناس وبترجع فاضية مثلا بس بتتعود في اخر رحلة الطيران خلاص فهي بتبقى عمليات حسابية محسوبة بالنسبة لصناعة السياحة نفسها البرنامج بقى هو الصناعة النوهة بقى برنامج بشكل مختلف فيه مثلا زيارة القاهرة مع النايل كروز مع البحر الاحمر مع زيارة معابد معينة مع وجود رحلة البالون مع ابو سيمبل عندنا الاحتفال في ابو سيمبل 22 اكتوبر ان شاء الله طبعا تعامد الشمس في معبد ابو سيمبل ده مهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة